موسيقى رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيات تهان بمناسبة حلول شهر رمضان عضو مجلس القيادة الرئاسي البحثني يقيم مأدبة افطار بمناسبة حلول شهر رمضان موسيقى محافظ حضر موتى يبحث تفعيل الادوات الرقابية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحماية المال العام موسيقى موسيقى مما بنى تلفزيون حضر موت بمدينة المكلان وقدم لكم نشرة اخبارية نبدوها مع خبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تلقى برقية تهنية من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء في البرقية يطيب لي ان اقتنم حلول شهر رمضان المبارك لابعث الى فخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها احر التهاني واطيب التبركات سائلنا المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بتوام الصحة والعافية وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وفي سياق متصل انتلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنيئة من اخي فخامة الرئيس الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء في البرقية يسرني اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الليبي ان اتقدم الى فخامتكم باسم ايات التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم على الامة الاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات سائلنا المولى ان يبلغنا هذا الشهر مقرونا بحسن القبول وتحقيق كل ما نتطلع اليه من رفعة وتقدم لشعوبنا الزاهرة اقام عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء الركن فرج البحسنية اليوم بمدينة المكلة بمحافظة حضر موت مأدبة افطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حلرتها القيادات المدنية والعسكرية والامنية بالمحافظة وتبادل عضو مجلس القيادة الرئاسي مع محافظة حضر موت الاستاذ مبغوط بن ماضي وعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والامنية والمدنية وممثلي المكونات والأحزاب السياسية ورجال الدين والعلماء والشخصيات الثقافية والإعلامية بمحافظة حضر موت تبادل معهم التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث عبروا عن سعادتهم بالجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في سبيل تطبيع الأوضاع وتحسينها وأشار اللواء الركن البحسني إلى المعاني العظيمة للشهر الكريم وما يمثله من أهمية في حياة المسلمين لافتا إلى أهمية هذه المناسبة الدينية والضرورة استغلالها في إحياء قيم التواصل مشددا على مضاعفة الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتحسين مستوى الأوضاع بالمحافظة والارتقاء بعمل القطاعات الخدمية جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي دعم مجلس القيادة للاستغلال الكامل للقضاء وسعيه لتعزيز حياديته وتوفير الظروف اللازمة لمنتسبيه بما يمكنهم من آداء مهامهم بكفاءة واقتدار جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس القضاء العلى القاضي محسن يحيى طالب ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش للإطلاع على أوضاع المحاكم والنيابات والسير العمل فيها والجهود التي يبذلها مجلس القضاء العلى لتحسين أوضاع القضاء وأبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس والسلطة القضائية عامة والسمع المحرمي لجملة من المقترحات لتحسين أداء عمل النيابات والمحاكم وتوفير احتياجات القضاء ومؤكدا أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين السلطات القضائية والتنفيذية لتطبيق القانون وتحقيق العدالة واعدا بالتقديم متطلبات مجلس القضاء العلى إلى مجلس القيادة الرئاسي للعمل على تلبيتها بأسرع وقت ممكن تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رسالة خطية من المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو أودي أوزلعي تتعلق بجوانب التعاون بين اليمن واليونسكو واستكشاف فرص جديدة لتعزيزها وقدمت المسؤولة الأممية التهاني لدولة رئيس الوزراء بمناسبة الثقاء التي نالها وتسلمه مهام عمله رئيسا للحكومة اليمنية راجيا له النجاح والتوفيق في هذا المنصب وأشارت إلى حرص اليونسكو على العمل مع حكومة اليمن والشعبها بهدف إرساء أسس السلام والتدمية المستدامة للجميع معربة عن تطلعها للعمل مع دولة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي طال ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي بمدينة جوهانسبيرغ بجمهورية جنوب أفريقيا يوم أمس وتؤكد الوزارة موقفها ثابت مناهض للعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة وتدعو إلى التسامح بين الجميع إلى نبذ الكراهية والتعصب وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومؤساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر الضحايا تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم سير أعمال الصيانة والترميم الجارية بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن وأكد الوزير حيدان أهمية تجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ الأعمال وضمان سرعة إنجازها مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لضمان الجودة العالية للأعمال المنجزة وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير الأعمال وتقدمها بشكل سلس وفق المخطط المحدد ناقشت قلية إدارة أزمة السفينة روبي مار برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن العرض المقدم من الخبراء الأمميين حول تقييم خطة استجابة مواجهة المخاطر وتداعيات تسرب الأسمدة والوقود إلى مياه البحر ووقف الاجتماع أمام منهجية الإجراءات المنفذة من الخبراء المختصين لتقييم وضع السفينة استنادا على عينات وفحوصات خطة الاستجابة المقدمة من قلية الأزمة حيث استعرض لاجتماع المخاطر المحتملة من حدوث تسرب للزيوت أو الأسمدة ومدى تأثيرها على السواحل والجزر اليمنية والحلول المقترحة لتجاوزها والجهود والاستعدادات المشتركة لمواجهة أي متغيرات متوقعة جراء تقلبات التقص التقى وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس اليوم بديوان المحافظة سفير جمهورية ليبيا لدى اليمن إدريس أحمد وجرى في اللقاء بحث العلاقات بين بلادنا وجمهورية ليبيا الشقيقة ورحب المحافظ لملس بالسفير الليبي مؤكدا حرص السلطة المحلية على توفير بيئة عمل مناسبة للسفارات لممارسة مهامها بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن مشيرا إلى أن حضور السفير إدريس يعكسوا طبيعة الأوضاع المستقرة التي تشهدها عدن ورسالة للآخرين بأن يكونوا حاضرين في المدينة بدورها شهد السفير الليبي بالتحسن الملحوظة التي تشهد محافظة عدن في مختلف القطاعات مشيرا إلى أنه يلامس التقيير إلى الأفضل بين مدة وأخرى أكد محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي أن السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع قيادة الخطوط الجوية اليمنية اعتمدت ست رحلات إضافية من المكلة والسيئون إلى محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال أسبوعين في إطار جهود السلطة المحلية بحضر موت للتخفيف من الضغط على منفذ ميناء الوديع البري بمديرية العبر بمحافظة حضر موت وأوضح المحافظ أن 12 رحلة جوية سيرها الطيران اليمنية من مطاري الريان بالمكلة والسيئون الدوليين إلى مطار جدة الدولي من مطلع شهر مهرس الجاري حتى منتصف الشهر ذاته بواقع ست رحلات رسمية وست إضافية منها ثلاث رحلات من مطار الريان بالمكلة ومثلها من مطار سيئون وذلك للتسهيل عن المواطنين من مختلف المحافظات جراء الازدحام الكبير للمواطنين بمنفذ الوديع البري لأداء مناسك العمرة للاستفادة من مزايا تأشيرات العمرة الميسرة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وطلع المحافظ بالماضي اليوم مدير الخطوط الجوية اليمنية بالمكلة وليد فالهوم على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الريان الدولي للمسافرين لأداء العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية وجرى بحث اعتماد رحلات إضافية بالتواصل مع قيادة الخطوط الجوية اليمنية خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري للتخفيف عن منفذ الوديع في حال اقتطت الضرورة ذلك ناقش محافظ حضر موت الاستاذ مبخوط مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة مع المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضر موت محمد سالم بن بريك إجراءات تفعيل الحفاظ على المال العام وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري كجهاز فني ورقابي مختص ونقشت السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها من خلال تفعيل الأدوات الرقابية للجهاز وفق صلاحيات القانونية لحماية المال العام وأشاد المحافظ بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مراقبة أداء المرافق والمؤسسات الحكومية كافة مشددا على كشف مكامن الخلل والمعالجات المطلوبة ومؤكدا مساندة السلطة المحلية لقيادة الجهاز وكوادره وحرصها على تكامل الأداء والعمل بين مؤسسات الدولة اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة على المشاريع التي ينفذها مشروع الأشغال العامة محور حضر موت في المحافظة وتعرف المحافظ من مدير مشروع الأشغال العامة بحضر موت المهندس عبد الرحيم حوري على مشاريع الرصف المنفذة في واضي حضر موت وعددها ثمانية مشاريع بتمويل من اليونيبس ومشروع عادة تأهيل بيوت مدينة شبام التاريخية بتمويل من اليونسكو وتنفيذ أربعة مشاريع للإنزال السمكي بساحل حضر موت وأشاد المحافظ بالتنفيذ الجيد للمشاريع من قبل مشروع الأشغال العامة وتدخلات المنظمات الدولية بالتمويل في القطاعات الخدمية نعت الأوساط العلمية العربية قبل أيام رجل العمال الكويتي محمد الشارخ الذي ينسب إليه الفضل في إدخال الحرف العربي على أجهزة الكمبيوتر وذلك من خلال مشاريعه الريادية في مجال الكمبيوتر والبرمجيات ككمبيوتر صخر وغيره المزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية في التقرير الآتي نتابع العبقري رائد قطاع البرمجة عربيا صانع مجد اللغة العربية في عالم الحواسيب والإنترنت كلمات الرثاء كلها رثت محمد عبد الرحمن الشارخ رجل الأعمال الكويتي الذي توفي بعد 82 عاما من العطاء في نقل اللغة العربية للحواسيب في حقبة الثمانينيات وذلك بعد تأسيسه لشركة صخر في العام 1982 للميلاد شعور الحزن في الأوساط العربية بعد خبر رحيل محمد الشارخ المبتكر والمكتشف الذي صنع للعربي مجدا من خلال اقتحام مجال التقنية المعلومات وعلوم الكمبيوتر في وقت مبكر فأصبح له فضل بما قدمه على النطاقين بالعربية جميعا وحقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية منها تطوير برنامج القرآن الكريم وإدخال كتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للحاسوب عام 1985 للميلاد وعمل الشارخ على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة المبتدئين التي تجاوز عددها التسعين برنامجا من إنجازاته كذلك أنه صاحب إرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئية على الحروف العربية عام 1994 للميلاد ونطق الحروف العربية عام 1998 للميلاد والترجمة من العربية وإليها عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010 ونال الشارخ العديد من الجوائز في مشوار حياته منها جائزة الدولة التقديرية عام 2018 في الكويت وجائزة خدمة الإسلام من قبل الملك فيصل في المبلكة العربية السعودية عام 2021 ويعد الشارخ أحد المساهمين في تمويل مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة كما أنه أحد المساهمين في تأسيس معهد العالم العربي في باريس أنجز الشارخ للعرب أعظم إرشيفاً إلكترونياً للمجلات التقافية والأدبية العربية منذ تعرف العرب على الطبعة وأرشف أكثر من 325 ألف مقال لأكثر من 50 ألف كتاب ومفكر أعديم وأنفق على جميع مشروعاته من ماله الخاص واستثماراته الخاصة من دون دعم من أي حكومة المبادرات الخيرية تشارك خلالها الأفريقة التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني توسعتها بشكل كبير لتصل إلى بيوت المحتاجين والقرى بمديريات المحافظة في مشهد يجسد مدى التكافل الاجتماعي والتعاون خاصة في ظل الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي يتمركزون في مواقع مختلفة حاملنا في أكفهم بعضاً مما يحتاج إليه الصايم من ماء وتمر وماكولات متنوعة لأجل تفطير الصايمين وبقية الأجر من الله تعالى مبادرات شبابية تطوعية لتفطير الصايمين والمرة في الطريق في المكلات انشط هذه المبادرات الخيرية سنوياً مع حلول آذان المغرب لأجل تفطير الصايمين في اليوم الواحد نوجع 200 وجبة لفطار الصايم ونبدأ نحن كشباب قيبنا نحن نفوسنا بنفوسنا لا أحد يدعم نحن نحتاج لدعم بس ما حصلنا لأحد كلهم شباب يتقاطون واللجل الخير هذا أولاً هدف ما شاء الله شباب متقرد فيه مننا وفيه أخواننا يشتغلون في محلات ويطاخرون فيه يعطيهم فطار صايم ويوصلون بيوتهم وفطرون عندنا في الخط وما شاء الله نشوفه في وجوه الناس كثير من الفرحة والسعادة ويزال الله خير من ساهم ومن شار معنا في هذا الأمر تتنوع المبادرات الخيرية في شهر رمضان المبارك كأفطار صايم بالطرقات وإيصال الوجبات الغذائية للمحتاجين لسد رمق جوعهم وغيرها مبادرات تخفف من حدة وقوع الحوادث المرورية بسبب السرعة الزايرة لبعض الصايمين لأجل الوصول إلى بيوتهم قبيل موعد الأفطار ويزهم الله خير على كل حاجة يعملوها والناس يفطروا هم في الشارع هذا حاجة عند الله كبيرة المبادرات الشبابية والمؤسسية والأفرقة التطوعية تنتشر في الشوارع والطرقات المختلفة والمستشفيات والقراءة النائية بمديريات المحافظة مبادرات توكدوا على مدى التكافل المجتمعية والتعاون والإسهام في عمل الخير خاصة في شهر رمضان المبارك سمسمت التلفزيون حضر الموت المكلة تعد الكيف طاري من العادات القديمة التي لا تزال مدينة شبام وبعض المناطق المجاورة لها محافظة عليها بل يزداد الإقبال عليها عاما بعد عام وتمثل فرحة للأطفال يشاركهم فيها الكبار المزيد من التفاصيل في التقرير الأهتي يا شف طاري يا شف طاري كيف طاري كيف طاري كيف طاري شف طاري شف طاري شف طاري استمعي يا بطيطاشي عمار بيقول ليش لدانا يا حبيب عمار يحب المغاني والصفاء هكذا يردد الأطفال ويتغنون وما زال هنا في شبام محتفظين بهذا المغروث الكيف طاري أول ثلاثة أيام في هذا الشهر المبارك يتجمع الأطفال عصرا في هذه العادة التي تعود إلى زمن بعيدها طبعا الكيف طاري هذا عندنا عادة ثلاثة أيام في أول شهر رمضان ثلاثة أيام العصر عشان يلهون العيال ويعقبون أهلاتهم وأهلاتهم يقومون بتحضير الفطار وتحضير المراسيم الفطار من دون ما أحد يشغلهم من الأولاد عملون لهم هذه الفقرة عشان كل يلي يخريون منها وبعدها بعدما يخلصوا يوزع لهم هدايا هدايا يومية كل يوم بيوم هدايا لهم ومن ثم ينتقلوا عند اليامع أو عند النسي لحقهم هذا يراقبون الأذان يراقبون طلوع الأذان طلوع المؤدن في الأول يعني في السابقة أما الآن الأذان بالمكروفون ويقولون يا مغرب إدن شوفهم من السيمة بغات الإقامة من البريمة طلع طلع فوق المنارة طلع طلع صندوق ياره هكذا يستقبل الأدخال هنا في شبام رمضان المبارك أول ثلاثة أيام في موروث الكيف طاري ليس في مدينة شبام فقط بل وأصبح يتوسع في المدن المجاورة لها تتوسع هذه العادة أو الموروث ويزداد الإقبال عليها ليس هنا فقط في مدينة شبام بل وفي أنحاء المدرية تمثل فرحة كبيرة للأطفال ويشاركهم فيها الكبار وعلشان نفرح نفرح الأطفال العام كانوا حوالي خمسين طفل وهذه السنة ما شاء الله مية وخمسة وعشرين طفل فكل هذا بس علشان نفرح الأطفال وفرحة الطفل أنا عندي خاصة تسوى الدنيا وما فيها وربنا يمعهم على الحب وعلى المحبة ويمعنا دائما على الخير الكفطاري فرحة للأطفال وموروث يعود لمئات السنين أصبح يتوسع ويزداد الإقبال عليه فيه رسائل تربوجة يستقبل الصغار به رمضان ويشاركهم فيه الكبار لترفزون حضر موت صالح القيسي شبام تشهد مدن صاحل حضر موت تجوى الصحوة إلى غائمة جزئيا على فترات ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا بينما في أرياف ساحل حضر موت والهضب الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى مائلة للبرودة ليلا وفي وادي وصحراء حضر موت والهضب الشمالي أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة البرودة ولا مشاهدين إلى حالة الطقس موسيقى 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 وصلنا وياكم إلى الختام وإليكم تذكير بأبرز العناوين موسيقى رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيات تهان بمناسبة حلول شهر رمضان موسيقى عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني يقيم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان موسيقى محافظ حضر موت يبحث تفعيل الأدوات الرقابية لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحماية المهل العام موسيقى ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل للاجتماعي تلفزيون حضر موت شكرا لكم على حسن المتابعة رمضان كريم وإلى اللقاء موسيقى